السلام عليكم حنان محببا بكم في حيثة جديدة اليوم نحضر مجموعين جابانيز تشيز كيك تشيز كيك خفيف لانه يتعمل بالبيض فهي خفيف رائع يجي اسفنجي وما تجيش فيه انكها البيض يعني الناس تخوفوا بزفم البيض ما تجيش فيه انكها البيض يجي لديد صراحة ما بين الحلو والمالح لانه فيه الجبنة والداخل ويجي قطني يعني رائع رائع في الماداق بالنسبة المقادير انا احطيتهم لكم هنا بالكأس ديال العنبالي انا بزف كيطلبوه مني هاي الصورة امامكم وبنسبة المقادير غادي نحتاجوا ثلاثة ديال البيضات تقريبا 50 جرام من السفار و 110 جرام من البيض 55 جرام من السكر 40 جرام من دقيق المنخول 20 جرام من زبدة 20 جرام من جبنة الكريمية 50 جرام من الحليب هدو هم المكونات اللي غادي نحتاجوا هما كيطلعوا امامكم اذا اختيت واحد الانا وضعت فيه الجبنة وضعت فيه الزبدة والحليب وضعتهم على نار ضعيفة نار ضعيفة وبقيت كن خلط فيهم حتى حصلت على واحد الخليط لي هو متجانس وما كيبقىوش عند نادوك الحبيبات ديال الجبنة ما كيبقىوش من بعد كن اخدو هاد الخليط نضيفه من فوق النار ونضيفه حتى يبرد حتى يبرد حتى يبرد نضيفه تقريبا 41 درجة ونضيفه تقريبا ثلاثة ديال الجبنة ثلاثة ديال الجبنة ونضيفه تقريبا ونضيفه دقيق اللي خلطه مرة أخرى ونضيفه دقيق نضيفه دقيق ونضيفه مرة أخرى ونضيفه الخليط الأول نضيفه فيه البيض ونضيفه البيض ونضيفه الكمية السكر 55 جرام السكر ونبدأو نطلعه على شكل مرانج يجب أن نحصله على اللي هو متماسك ويشكلينا وحد المنقار لكن لا تخفقوش البيض كثير من القياس ونحصل على هذا المنقار حبسو التطراب سافي ونضيفه تقريبا تقريبا ثلاثة الكمية بيض نضيفه للخليط ونتقدم تدخل معنا في الخليط ونضيفه دقيق حتى نضيفه كمية كاملة كيف تجد مباشرة القطرة لنسبة الاناء يجد مقادير 15 سنتيم الى كان كثير لا تجد من الكيك احترابها ما تجد من الاناء يجد مقادير وضعوا الاناء لنزل الاناء وفي الجوانب وكذلك يعني باش تسهل علينا نحيد الكيكة من اللي غادي التال سافي هاد الكيك كان طيبوها في الباماري في حمام مريم يعني كان وضعوا الكيكة ديالنا او الخليط ديالنا في القالب ومن بعد كان ملقوا واحد القالب اخر بالماء الماء اللي كيكون شوية دافئ بالنسبة للطهي ديال هاد الكيك بالنسبة للطهي ديال هاد الكيك تقريبا غادي تاخد معنا خمسة وسبعين دقيقة بالنسبة تقريبا لستين دقيقة الاولى او للساعة الاولى غادي تستهى على واحد درجة الحرارة ديال المية الدرجة يعني حرارة ضعيفة بزاف ومن بعد ما تفوت ساعة غننفع شوية درجة الحرارة حتى المية وستين درجة وغنخليها تزيت تب واحد خمسة عشر دقيقة غنكون شعل عليها غي من تحت من بعد غادي يعني فديك خمسة عشر دقيقة او لعشرة دقيقة الاخرة غنشعل حتى من الفوق باش تحمر ليها في الوجه ديالها من بعد ما كتحيدوها من الفورن كتخليوها واحد شوية هي غادي تهبط معاكم الكيك غادي تهبط واحد شوية سنرمال عادي ومن بعد كتحيدوها من القالب ديالها وكتحطوها يعني غي كدفة واحد شوية وكتناولوها كجيل ديدة بزاف نتمنى انكم تجربوها انا مولفة كندير لي تشيز كيك ولكن العاديين يعني الامريكان تشيز كيك هذا عمري جربتو تل هاد الوصفة وعجبتني بزاف نتمنى نتمنى صراحة انكم تجربوها ومتخوفوش منها يلعب لما نزيد نطول عليكم نتمنى الوصفة ديال اليوم تكون نال في الاعجاب ديالكم تسلو فريوسكم ان شاء الله مع وصفات اخرين السلام الله عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة